قال المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية إن سعودية والولايات المتحدة ترحبان باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار والذي تم توقيعه في العشرين من مايو الجاري لمدة خمسة أيام وضف المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية أن التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومنقشة احتمال التمديد لفترة أطول كان سكان في العاصمة السودانية الخرطوم قد أفادوا بيقوع معارك في بحري شمال العاصمة فيما سمع دوي انفجارات للمدفعية في جنوبها